مساء الخير عزيزي المشاهدين من مدينة الانتاج الاعلامي ومن 6 اكتوبر بنحتفل بـ 30 ستة ايه ده احنا النهاردة 1 سبعة مش بـ 30 ستة معلش احنا بنحتفل طبعا عارف يا روبير هتيجي وتقول لنا انجازات سيادة الرئيس انجازات سيادة الرئيس مش محتاجة ان انا اقول عليها حاجة انتوا شايفين وزملاء الاعلاميين يتكلموا عليها بقالهم اسبوع وهتكلموا الثلاثة اربعة اتيام اللي جايين انجازات مصر في 30 يونيا احنا عملنا ايه وسوينا ايه وهنسوي ايه بس كالعادة روبير بيه فطفض هتفطفض معانا في ايه النهاردة هفطفض في احنا بعد 30 يونيا كان في ايه قبل كده حصل عرقيل ودلوقتي ايه الحلول بتاعتها برضو احنا مش فاهمين هفهمكم وهنقول وكل حاجة بس جبنا ضيف النهاردة يفطفض معانا هيفطفض عن حاجة كلنا القانين منها احنا عرفنا اكيد عن طيب هنقول عن ايه وهنكلم عن الضيف عن ايه بس فيه قبل ما ما نشوف الحاجة اللي هنشوفها دلوقتي عايزة اقولكوا حاجة اهم حاجة كان الرئيس بيتكلم عنها الصحة والتعليم والسكن الجميل والمية 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 نشوف ونرجع احنا مين ضدنا دلوقتي مية ربنا اللي خلقه ومسألة حياة اموت معايا ومعايا كل نهاردة استاذ دكتور عباس شراقي استاذ الجيولوجيا والموارد المائية واقول له مسائل خير مسائل خير على حضرتك وكل السادة المشاهدين وبالتوفيق في هذا البرنامج الجميل اللي فيه فطفضة اهلا بيك اهلا بيك يا فلد احنا النهاردة جايين فطفض مع شعب مصر فموضوع مهم جدا كان الايام اللي فاتت بيتكلموا على كورونا بس احنا دلوقتي كانت كورونا مشكلة عالمية احنا عندنا مشكلة المية وزي ما الرئيس قال وزي ما شوفنا دلوقتي مسألة المية حياة اموت وكله قلقان قلنا لا احنا ما بدأ من قعد نتكلم ونفطفض واسعدتك تعملينا مدخلة تلفونية احنا جبنا الاصل استاذ الاسادزة استاذ عباس الشراقي جامعة القاهرة استاذ الجيولوجيا والموارد المائية هنتكلم معاك عن سد النهضة ده اكيد بس مش سد النهضة اوي هنتكلم عن حاجات تانية كل ده مش حراء ودلوقتي الاول اولا كل سنة وانت طيب وبناسبة 30 يون كل سنة وشعب مصر كله بخير دايما حقيقة يعني فيه تقدم وفيه رخاء وفيه امن وسلام باستمرار ان شاء الله هاخد من كلمة 30 يونيا وانا بعيد عليك بداية المشكلة بتاعت سد النهضة فاكر بدأت امتى يا كلنا نتذكر اول اعلان لسد النهضة كان في فبراير 2011 وده يمكن بعد تنحي الرئيس الاسبق مبارك مباشرة تم الاعلان عن سد النهضة والحقيقة انه كان بمواصفات وضعتها امريكا سنة 64 وهي حوالي 64 مليار متر مقاعد كان 11 مليار في البداية في المواصفات الاصلية 11 مليار ده اللي اعلن في فبراير ولكن ما حدث في مصر تم مع القيادة السياسية في اثيوبيا انها لقت ان فرصة انها ترفع من مواصفات السد خاصة ان مصر مجغولة بالداخل فاترفعت المواصفات واتغير الاسم كان اسمه سد الحدود اتغير بقى اسمه اكس مشروع اكس وازدادت السعة قالوا تطوير 14 يعني ممكن 14 علميا 11 يبقى 14 واتغير الى 64 مليار وتغير الاسم الى سد الالفية الاثيوبي العظيم هنا اختار اسم سياسي رنان وتم وضع حجر الاساس في 2 ابريل 2011 بعدها بعشر ايام تم تغيير الاسم مرة اخرى الى سد النهضة الاثيوبي العظيم هنا برضو ناخد الاسم الاسماء السياسية الرنانة زي هنا صور الصين العظيم او النهر الصناعي العظيم في ليبيا لان زي ناوي رئيس وزراء اثيوبيا في ذلك الوقت كان بيتطلع الى منصب والى مكانة سياسية في القرى الافريقية فكان دائما في مخيلته صورة الرئيس جمال عبد الناصر ومرتبط به هذا الاسم بالسد العالي المشروع الضخم اللي هو اعظم مشروع في حياة بصر اراد ان يكون هناك مشروع يوازي السد العالي ويجعل من شخصيته قيادة سياسية كبرى داخل اثيوبيا وفي القرى الافريقية طبعا استغل انشغال مصري بالداخل طبعا كانش فيه لرئيس الجمهورية ولا فيه الجيش مشغول بحماية الداخل والدبلوماسية المصرية مشغولة تماما وحالة تفكك كانت كبيرة وبالتالي استطاع ان هو يعلي من المواصفات السد وبدأنا في الدخول في المفاوضات طبعا برضو مصر لم تستقر الا ممكن في 2015 او 2016 كمان لان حتى بعد ثورة يونيو مصر يعني اخذت سنتين او ثلاثة لعلشان نقنع العالم انها كانت ثورة لان في البعض القوى الخارجية يعني اللي هي معادية لمصر اصلا كانت تعتبر ان هذه الثورة انها انقلاب وبالتالي عشان نثبت للعالم رغم ان العالم كله شاف ملايين المصريين في الشوارع ولكن في البعض كان بيشكك يعني في هذه الصور الا ان تأكدوا الموضوع ده اخذ وقت لكن في هذه الفترة كان سد النهضة بيبنى وكانت المفاوضات بتسير بطريقة ربما ليست بالطريقة اللي ترغبها مصر لان مصر في الوقت ده لم تكن مصر الحقيقية سواء قبل الثورة او بعد الثورة بسنوات لكن مصر الان مصر تختلف تماما مصر الان بتقف يعني على قدمين ثابتتين بالفعل وليس قولا اقتصاديا وعسكريا مصر مصنفة على مستوى العالم من ناحية الانجازات والانشاءات الداخلية في مصر والإمكانات الهندسية احنا بتشوف المعدات الهندسية اللي عملت قناة السويس واللي ممكن لأي بقعة في مصر الان الحقيقة انا كنت في العين السخنة من حوالي عشر ايام شفت هناك اسطول عربيات ضخمة عربات النقل والكركات حرقة يعني بنائية ضخمة جدا الجلالة في منطقة الجلالة طب وبالتالي يعني اتهيألي ان كل معدات مصر اتجمعت هناك وبعدين لسه بالامس شفنا كل المعدات دي ده موجودة في اماكن اخرى موجودة في العالمين وموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة موجودة في اماكن مختلفة في مصر وشفنا معرض لها امس هذا المعرض اللي فيه يعني آلاف هذه المعدات الضخمة وشفنا مصر لديها الحفرات والكركات سواء للحفر في المياه زيما كان في قناة السويس او في اليابس وبالتالي اصبح الامكانات الهندسية في مصر عالية جدا لدرجة ان خلتنا بقى كمتخصصين في المياه ان احنا ننظر الى العمل في نهر النيل خارج الحدود المصرية خارج الحدود المصرية وننظر الى نهر النيل خد بلك معي عشان الساعتين احنا نعودوا مع بعض هتلاقييني دايما اخر كلمتين بتقولهم اخدهم واجب لك سؤال لو لابي طيب احنا خارج الحدود المصرية ونهر النيل احنا عندنا نهر النيل على حسن ده علومي يعني عندنا ينبسك من نهر النيل الازرق الازرق والابيض تمام الازرق ده تبع اسيوب او بينبع من اسيوب مظبوط ده لانعرفه والابيض جاي من السودان وضح لي الاتنين والمكروفول معاك هو نهر النيل بينبع من مصدرين رئيسيين المصدر الاول من الهضبة الاثيوبية وبيأتي منها خمسة وتمانين في المية من اراد نهر النيل من ثلاثة انهار رئيسية النيل الازرق رقم واحد اللي بيقام عليه سد النهضة حاليا وده بيأتي بحوالي خمسين مليار متر مكاعد تقريبا ستين في المية من حصة مصر والسودان وبيأتي من اثيوبيا نهرين اخرين بيأتي بالخمسة وعشرين في المية الاخرى نهر اسمه السوباط بيصب في جنوب السودان ويأتي مع النيل الابيض اذا النيل الابيض ليس بالكامل من فيكتوريا فقط في جزء منه من اثيوبيا ولكن الجزء الاكبر بيأتي من بحيرة فيكتوريا اللي هي المصدر الاخر اللي هو بيجيب خمسة عشر في المية من مياه النيل وهو منبع بحيرة فيكتوريا وما حولها من بحيرات او انهار اخرى ولكن عندما هذه المياه عندما تدخل جنوب السودان بيلتحك بها اول نهر اثيوبي ليكونوا مع بعض النيل الابيض اللي بيلتقي مع النيل الازرق في الخرطوم ويكونوا نهر النيل الرئيس اذا النيل دلوقتي يعتبر له مصدرين رئيسيين هو المنطقة الاستوائية خمسة عشر في المية ومنطقة اثيوبيا بخمسة وتمانين في المية من هذه المياه ده المصدر الرئيسي ليه ومنابع نهر النيل طيب بحيرة فيكتوريا بناخد منها من نهر النيل بتدينا خمسة عشر في المية بحيرة فيكتوريا بتمثل خمسة عشر في المية من مياه النيل والحقيقة يعني يمكن حضراتك بتتذكر يعني احوال بحيرة فيكتوريا حاليا هي بحيرة فيكتوريا في اعلى مستوياتها منذ سنتين يعني العام الماضي سجلت اعلى منسوب لها في التاريخ ولكن هنا بيتبادر للذهن طيب بمعنى كده أن الإيراد من محارة بكتوريا هيبقى عالي هو الحقيقة إلى حد معين ويقف بمعنى لأن إحنا عندنا جنوب السودان زي عامل زي مصورة نص بوصة فإذا أنت زودت المياه وهتدخل في المصورة نص بوصة هيطلع منها كمية محددة على قد للمصورة طيب لو زودت الكمية نفس الكمية هي اللي هتطلع مش هتزيد لأن المصورة ضعيفة المصورة صغيرة لو تم تغييرها في الحالة دي تقدر تستوعب المياه القادمة من فيكتوريا وبالتالي لما نيجي نتكلم على مشروعات مائية مستقبلية أي مشروعات مائية تتم في بحارة فيكتوريا لا قيمة لها طول ما المصورة اللي في جنوب السودان ما تغيرتش فإذن شرط أساسي لو هذه يعني إيه مصورة بقى مياه مش مصورة بالفعل هي نهر ولكن نهر ضعيف يمشي في جنوب السودان حوالي 150 كيلو المياه محصورة ما بين الجانبين ولكن بعد المياه 50 كيلو بتتلاشى الأجناب ويصبح النهر عمقه يعني متر مترين تلاتة متر فالمياه جاية بكمية كبيرة بتفيض وتعمل أكبر مستنقعات في العالم ونفقد من مياه النيل 50% من المياه اللي جاية من فيكتوريا بنفقتها في جنوب السودان هذا بخلاف كمية أمطار كبيرة للغاية على جنوب السودان تصل إلى إن كان 700 إلى 800 مليار متر مكعب من المياه هذه الكمية اللي بتسقط على جنوب السودان 700-800 مليار مليار أكبر من كمية الأمطار اللي بتسقط على إثيوبيا في منطقة حوض النيل إثيوبيا بالكامل بيسقط عليها حوالي 936 لكن على الدولة بالكامل على 12 نهر لكن جنوب السودان بيسقط عليه 800 مليار كلها في المفروض في حوض نهر النيل لا نستفيد بهذه الكمية بمتر واحد طب ليه؟ هنا لأسباب يعني عديدة إن ما فيش قنوات داخل جنوب السودان لنقل المياه يعني مياه جنوب السودان لا نستفيد منها بمتر واحد ونهر النيل لما بيمر بجنوب السودان بيفقد كمان حوالي 10 مليار داخل جنوب السودان وبالتالي جنوب السودان أصبح بالنسبة لنا يعني شبيهته بمصورة نصف بوصة لكن هو في الحقيقة يعني نهر النيل بيعاني في هذه المنطقة من جلطات جلطات معنى كده إن فيه عوائق بتسد المجرى أو المياه مش عارفة تتدفق إلى الشمال وتروح للسودان وتيجي مصر وعشان كده بقول الأدوات اللي عندنا هي دي أدوات الجراحة اللي تسلك اللي تخلي المياه تتدفق إلى مصر والسودان وهي الحفارات والكركات اللي هي تسلك وتعمل تطوير لمجرى النهر في جنوب السودان بيسمى في جنوب السودان بحر الجبل دايما الأنهار في السودان بتسمى بحار حتى إحنا عندنا في مصر نقول بحر يوسف يعني برضو يعني بحر جبين نقوم بينقول عن نهر بحر برضو فهم هناك بحر العرب وبحر الغزال وبحر الزراف وبحر الجبل فبحر الجبل ده هو أحد أفرع النيل الأبيض طب المعلومات اللي حضرتك بتقولها وحضرتك أستاذ موارد ما أي هل يعني صنع القرار مش عارفين الكلام ده الجلطات دي ما نقدرش نشيلها ما نقدرش نخرش بالقرقات بنستأذن ونعمل لهم مشروعات ونعمل نزود النص بوصة نعملها تنين بوصة هو الأماكن المشروعات معروفة وبالفعل كنا يمكن بدأنا في قناة تسمى قناة جونجلي أيوة هذه القناة في المنطقة اللي فيها الجلطات اللي فيها انسداد طولها تلتمية وستين كيلو متر بدأنا إمتى دكتور بدأنا في يعني يمكن تسعة سبعين تمانين طي ومخلصنا واستمرنا حوالي تلات سنوات حفرنا ميتين وستين كيلو متر من تلتمية وستين من تلتمية وستين يعني أسنين باقي ميت ميت كيلو وإفنا ليه؟ بإمكاناتنا الحالية ما تاخدش ست شهور طبعا وبعدين بالنسبة لقناة السويس ولا حاجة لأن في قناة السويس احنا كنا بنحفر بالعرض بالميتين وخمسين متر في عمق أكتر من ستة وعشرين متر عشان الغاطس عشان الغاطس البواكر لكن احنا في قناة جونجلي عايزين فقط ستة أو تمانية متر العمق حل وقفين ليه؟ والعرض حوالي عشرين تلاتين متر وكل ما نعرض ونعمك أكتر معنى كده أن تستوعب مياه أكتر لأن جنوب السودان منطقة مائية بالكامل أكبر منطقة يعني جنوب السودان يعاني مشكلة كبرى يعني إذا كان العالم يعاني من شح المياه أو نقص المياه بمعنى أصح فإن جنوب السودان يعاني من وفرة المياه مياه وفيرة لدرجة أنها تضر وبالتالي عامل مستنقعات ضخمة ودي أكبر مستنقعات في العالم فكل ما نحفر قنوات تكون من حيث مواصفات العرض أو العمق ولم نعمل قناة أو اتنين أو تلاتة كل ما نعمل قناة معناها أن كمية مياه تمر فيها دون الضرر بأهلنا في جنوب السودان لأنه أنت بتاخد بحر من المياه وابتاخد منه كمية قليلة ومتجددة كل سنة 700-800 مليار ما يأتي من نهر النيل 84 مليار بس فجنوب السودان دولة واحدة من 11 دولة بيسقط عليها 700 إلى 800 مليار متر مكعب من المياه علشان كده يعني دايما بنقول جنوب السودان لا المستقبل موجود والمياه متوفرة وليس صحيحا بقى هنا كلمة شح المياه لما حتى نقولها على مستوى العالم الناس تقول احنا مقبلين على سنوات فيها شح في المياه الحقيقة المياه كمية المياه على سطح الأرض ثابتة يعني ليست متغيرة يعني مش بتقلوا وتزيدوا تعالى ان هي خلاص المياه اللي على سطح الأرض ثبتت بالمحيطات والبحار ودي بتشكل 71% من مساحة السطح الأرض في بقى بخر وتكثيف وأمطار دي دورة دورة المياه بالزبط كده تسقط المياه في منطقة في سنة أعلى شوية في منطقة أقل شوية لكن في النهاية هي كمية سبتة بتبخر وتنزل تاني وتطلق وهكذا لكن المتغير هو عدد السكان احنا دلوقتي داخلين على 8 مليار نسمة على مستوى الأرض مستوى العالم مستوى العالم 8 مليار نسم لو شفنا من 50 سنة كنا نلاقي احنا يعني كنا 4 مليار فتضاعف عدد السكان في حدود 50 سنة ومتوقع يتضاعف في 30 سنة طيب يتضاعف عدد السكان والمورد المائي ثابت يبقى في مشكلة يبقى هتحصل مشكلة بل كمان يزيد المشكلة ان المستوى المعيشة لما بيرتفع بيزداد استهلاك الفرد من المياه يعني لو قلنا الفرد في مصر كان من 50 سنة كان يكفيه مثلا في اليوم 30 لتر مية دلوقتي لا اقول لك لا اعايز على قل 100 لتر ليه لان دلوقتي بقى شفنا في البيوت في الحمامين وفيه فيه بعض البيوت عندها حمام سباحة شفنا نوع التغذية ان اصبح يعني كان الانسان المصري مثلا من 50 سنة ممكن كان يأكل اللحوم مرة في الاسبوع يعني قطعة اللحم دي بيتستهلك حوالي 2-3 متر مقعب مية فلو كانها في الاسبوع مرة واحدة يبقى استهلك مية عن طريق اللحوم 3-4 متر بس طب اليوم بقى في هذا التوقيت لما الواحد يوميا او مرتين 3-3 في الاسبوع بيأكل اللحوم يبقى معناها بقى استهلاكه من المية زاد طبعا فإذا لما الانسان المستوى بيرتفع كمان بيركب سيارة سيارة بتستعلك مية بيقلق انشطة تانية الملابس وغيره 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 فده نمط استهلاكي بيبقى اعلى فطيب عدد السكان بيزيد والفرد بيستهلاكه بيزيد ايضا فده يعمل مشكلة المشكلة هنا ان زي ما قلت كمية المياه ثابتة لكن في حلول الكمية ثابتة صحيح لكن تكفي عدد السكان الحالي رغم انها قليلة بالفعل لان المياه اللي على سطح الارض معظمها مياه ملحة يعني 97.5% منها مياه مالحة لياه البحار والمحيطات لتنين ونص مياه عدبة ولكن هنا برضو حاجة يعني عجيبة ان معظمها في المناطق القطبية يعني المياه العربية يعني مش موجودة زيها زي المياه الملحة اللي متوفر فقط هو نصف المياه ومياه جوفية مياه الأنهار بتشكل كسر صغير جدا واحد من عشر تلاف في المياه شوف بقى حضراج هنا في لسه بنقول في الفيلم التسجيلي نهر النيل من أهم وأطول الأنهار على مستوى العالم لكن كل أنهار العالم بتشكل واحد من عشر تلاف في المياه هذه الكمية رغم ضائلتها هنا بقى النقطة المهمة إلا أنها تكفي سبع أضعاف عدد السكان الحالي بس بشرط هنا الشرط ده بقى مهم أن فيه أنهار بكميات كبيرة بتصب في المحيطات دون فائدة وفيه أنهار أخرى بتتم استهلاكها بالكامل زي نهر النيل طيب الناس اللي بتعاني من نقص في المياه في منطقة بتعاني من نقص في المياه لكن في منطقة أخرى في المقابل الكمية المياه العزبة كلها بتصب في المحيط فازاي السكان العالم يشتكوا من نقص في المياه في حين أن 50% من أنهار العالم بتصب في المحيط دون استخدام فإذا المستقبل ما هوش أسود زي ما الناس متخيلة لا بالعكس بس محتاج تعاون الدول مع بعضها وهنا بقى ندخل في موضوع آخر وهو أن الأنهار في نصها دول منابع ونص التاني دول مصاب وهنا الصراع ما بين دول المنابع ودول المصاب مين اللي يعمل المشروعات والمواصفات وإيه القواعد اللي تتبع هنشوف دول معه ودول ضد كل واحد بيشوف مصلحته طبع لو دولة دولة وقفت مع إثيوبيا تقول لك ما أنا لو وقفت مع إثيوبيا طب ما أنا ليه نهر مثلا جاي من منطقة أخر يبقى الدولة التانية هتعمل إثيوبيا بتعمله مع مصر فإذا العالم هنا على العالم أنه هو لازم يتنبه يعني أنا هقول لك حاجة تفكرتني بأثيوبيا وسد النهضة كلمك جميل وأنا أعدم مستمع وبتعلم وباستفاد لما إحنا كدبلوماسية شغالين على أعلى مستوى بقيادة الماسترو سامح شكري صراحة مش متأخر وفريق العمل معاه في الخارجية المصرية بس لما بنيجي مجرد مش بنلوح لا إحنا بنقول يعني لو ما فيش يا جماعة أو الناس الشعبي يقول هنستخدم القوة ألاقيهم بيفكروني بحاجة يقول لك ما تقدرش هو هنا فيه فيه فعلا فيه ظروف طبيعية في المنابع الأنهار لا يمكن الإنسان مهما وصل من قوة أنه يتغلب على الطبيعة بمعنى لو شفنا دولة زي إثيوبيا كمانطقة جبلية مرتفعة وهي كمان دولة حبيسة يعني ليس لها شواطئ على البحار فمعنى أن الطبيعة فيها أن أمطار غزيرة تسقط تجري على هيئة أنهار وتتجه إلى السودان ثم مصر وكاد بتصب في البحر المتوسط هنا بقى مصر بقى بالكفاءة أبنائها إنهم فكروا إزاي نحمي المصريين من خطر الفيادرات اللي كان بتحصل بنغرأ وتدمر أرضنا والمباني ثم تسقط في البحر المتوسط وبعدها بسنوات نعاني من جفاف فإذن هنا فكرنا في إنشاء السد العالي فعملنا هذا المشروع العظيم اللي دلوقتي شغال باله خمسين سنة وكل المصري بيانعم بيانعم ليس فقط المصريين لأن كل من تصل إليه المنتجات الزراعية المصرية فهي من مياه النيل وكل من يأتي إلى مصر سائحاً أو يعني زائراً أو رجل أعمال فيشرب من مياه النيل فوجدوا إن هذا السد هذا المشروع الضخم العظيم أفاد البشرية على مستوى العالم وخد من أحسن عشر مشروعات أفادت البشرية على مستوى العالم فهنا مصر قدرت إنها تستفيد من كمية المياه المحدودة اللي بتأتي من دول المنابع فإذن القوت الطبيعة وإن هما يعني يهددوا يهدد مهما يهدد هو طبيعته كده إن المياه تسقط عنده بل إحنا بنمثل بالنسبة لدول المنابع إحنا المكان اللي بيصرف عنه الخطر لإن لو المياه دي حجزت عنده وترقمت هتعمل بحيرات عظمى وهيغرق ده بيقول لك ما تقدرش نشوف ما تقدرش وأرجع تاني للدكتور خلت سنانهم فوقيها زاتونا وما تقدرش إحنا من العظمة بتاعتنا والحنكة والحكمة وإن إحنا ناس كبيرة برضو بنصبر على أخواتنا الصغيرين هرجع تاني وأكلم أستاذنا الدكتور خزان أسوار أو السد العالي وراه خزان أسوار دي أكبر بحيرة صناعية في العالم وبقول صناعية أنا صنعها الإنسان تمام وتاني أكبر بحيرة في العالم لا هي كبحيرة صناعية لأن هي نتيجة بناء السد العالي تمام فهو اللي تسبب في تكوين بحيرة دائماً معظم السدود بيتكون أمامها بحيرة تمام وحجم البحيرة بيتوقف على الخصائص الطبيعية للوادي اللي مقام عليه السد وخصائص السد طبعاً كل ما كان السد مرتفع أو الوادي متسع يبقى بيسح كمية من المياه لحسن الحظ يعني أن السد العالي من أكبر السدود على مستوى العالم من حيثه كمية المياه المخزانة تمام وهنا الارتفاع ليس شائر طاني الارتفاع نفسه لأن ممكن يكون الوادي فسيح وبالتالي السد يبقى ارتفاعه مثلاً في مشروعات بعد كده فالسد العالي كمشروع بنقول متعدد الأغراض لأن في إنشاء السدود لها أهداف اللي بينشئ سد زي ما احنا بنعمل بعض السدود على مخرات السيول في الصحر الشرقية أو في السينة بيبقى الهدف الرئيسي إن أنا بحمي السكان البدو من خطر السيول وممكن هدف آخر إن بخزن جزء من المياه لإستخدامها في بقية العام أو في الأعوام الأخرى السد العالي كان الهدف الحقيقي متعدد جميع الفوائد موجودة في السد العالي أولاً بيه يمنع الفيضانات اللي كانت بتدمر مصر كل عدة سنوات ومازالت موجودة الآن إحنا بنشوفها في السودان شفنا الفيضانات في السودان العام الماضي والعام اللي قبله وهكذا ونهر إليه اللي عودنا إن دائماً في سنوات مطيرة وجافها فيضانات وفي سنوات أخرى بتبقى جافها فإذن السد العالي أهم الفوائد فايدة حماية سكان مصر كل محافظات مصر لأن إحنا كلنا مركزين عن الوادي والدلت وبالتالي إحنا أمام هذا المجرى الضخم لما يحصل فيضان كلنا نتأثر به لأن عدد السكان اللي عايش بعيد عن الوادي عدد بسيط اللي هما لا يتأثروا بالفيضان أقل من 5% من السكان لكن 95% إحنا في وش المدفع لو فيه فيضان كلنا هنتأثر فده اللي كان بيحصل في مصر إنك تحمي 95% من خطر الفيضان يعني هذه فائدة لا تعدل بمالي دايما لما نقص برضو مشروع بنقول العائد الاقتصاد لا هو فيه أكتر من إنك تشعر بالأمان لما تبقى موجود ليك بيت على النيل وكان النيل لما بيفيد كل عدة سنوات بيدمر هذه البيوت والأراضي وغيره لما تشعر ده إحنا باللوتي من من الإحساس بالأمان سكننا في قلب النهر في حوالي 300 جزيرة نهرية زي عندنا جزيرة الوراء والزمالك والجزر المتعددة 300 جزيرة هذه الجزر بقت من أغلى الأراضي في مصر رغم إنها قبل السد العالي كانت من أشد المناطق خطورة لأنها كان بتغرق كل عدة سنوات ما كانش حد يجرؤ إن هو يعني يدخل يروح يعيش فيها لأنها بيطفيق المياه لما بتعلب بيتغرقها فكون إن 95% من السكان يشعروا بالأمان وإحنا عرفنا نعمة الأمن بعد أحداث بعد صورة 25 يناير لما شفنا الأيام اللي فيها فوضى وإحنا عرفنا نعمة الأمن بعد 25 يناير أنا شخصيا بالنسبة للمياه حسيت بالأمن بعد كلمة الريس اللي هنسمعها دلو قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد أحنا مكلمش كثير بس أنا بقول للناس كلها ما حدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر ما حدش هيقدر يمسها ومصر وإن لنا يعني أنا بقى كروبير لازم أدي اللقطة بتاعتي مش حياة وموت هو حياة أو حياة ما فيش احتمال التالي نرجع تاني ونكمل مع أستاذنا نحن شفنا يعني نعمة واحدة من سد العلي وهي نعمة الأمن والأمان للشعب المصري حفاظا على كمان أثرنا كان بتغرق لو حدناك بتزور معبد الكارنة وتشوف المثالة على الأرض أو الأعمدة اللي فيها منهرة فيه سببين فقط اللي يؤدوا إلى هذه الانهيارات وهو الفيضانات النهرية وده الفيضان اللي كان بيحصل قبل السد العالي أو الزلازل الدخمة بما أن كمان أسوان أو لقصر مش مناطق زلازل إذن السبب الرئيسي في انهيار المعابد بيبقى الفيضانات الدخمة الشديدة فإذن هذه الحماية لا تقدر بمال الحماية الأخرى حماية الشعب المصري من النقيد وهو الجفاف لأن دائما سنوات الأمطار الغزيرة والفيضانات يتبعها جميعا يتبعها سنوات جفاف مش لازم بالضرورة بعدها مباشرة ممكن بعدها عدة سنوات وسط ثم سنوات جفاف وده اللي احنا شفناه في يام سيدنا يوسف السبع سنوات السيمان والسبع عجاف وشفنا الشدة المستنصرية بما قرأنا عليه في التاريخ المصري وشفنا التمانينات من 81 ل 87 فترة جفاف شديدة جدا دول المنابع كانت بتعاني منها وبالتالي ما توفر من مياه في سنوات الفيضان تم الاستفادة منها في سنوات الجفاف اذا لم يشعر مواطن مصري طول الخمسين سنة الماضية لا بفيضان ضر ولا بجفاف يشعر به لكن اصبح خزان السد العالي ده صمام امان نفتح لمياه الري والشرب ونقفل وقت ما احنا عايزين فاصبح استهلاكنا في جميع السنوات ايا كان فيها مطر او فيها جفاف فاصبح الكل متساوي وده بحديه والان مر خمسين سنة على هذه المنظومة اذا السد العالي هو صمام امان للامن المائي بالنسبة للمصر ده غير بقى ايه الفواد الاخرى اللي هي اضفنا زراعة مليون ونص فدان السنة التالية مباشرة انتاج الزراعة للمليون ونص فدان ده يكفي يعتبر جاب تكلفة السد العالي شفت خالما يبقى فيه مشروع زراعي او مشروع في العالم تقيمه ويعود اليك بالتكلفة في سنة ونص انتاج الزراع زراعنا مليون ونص فدان ثم بعد كده زراعنا ده ايام عبد الناصر بالزبط ايوة احنا فيه المشروعات للمنطقة التحرير والعمرية والعمق لا انا معلش يعني ايام السد كنت انا لسه متولدتش قوي لا ما هو لازم قرأت ودرست اه لا انا انا معرفش ان المليون ونص بعده مباشرة انا في دماغي ان بعدها فترة يعني لا بعدها مباشرة خلاص بقى عندك مياه والارض جاهزة يعني في مصر الان لو في مياه لو زادت الحصة المائية دلوقتي العام القادم الارض تزرع الارض موجودة يعني حضراك شوف الدلتا حواف الدلتا سواء كانت الشرقية او الغربية طريق اسكندريا الصحراوي ما بقاش لصحراوي لا خلاص ما بقاش لبقى زراعي بس هو زراعي على مياه جوفية وليس من مياه النيل في جزء من مياه النيل وفي جزء جوفي لكن احنا واد النطرون حضراك لو دخلت واد النطرون وطلع للعالمين بتدخل بالعربية حوالي ساحتين صالحة للزراعة ولكن عايزة مياه ما عندناش هذه المياه لو توفرت المياه لأي مشروع يبقى خلاص هذه الارض تزرع في نفس العام اللي تتوفر فيه المياه هذا ما عمله السد العالي كمان فايدة اخرى يعني هي دلوقتي اساس التنمية في العالم كل وهي الكهرباء مصر في الوقت بناء السد العالي كان المدن اللي عندها كهرباء على مستوى مصر والسكان لا يزيد عن 10-20% من سكان مصر اللي عندهم كهرباء بعد السد العالي تغير بعد السد العالي كل محافظات مصر دخلها كهرباء لدرجة ان السد العالي شكل هنا بقى طبعا ما قدرناش ندخلها في نفس السنة لكن توالت السنوات والمحافظات كلها دخل لها الكهرباء لدرجة ان السد العالي شكل اكتر من 80% من كهرباء مصر في ذلك الوقت الان كهرباء السد العالي هي هي بنفس الكمية تشكل حاليا 5% فقط من كهرباء مصر لان توسعنا في المحطات الاخرى لكن تخيل لما تعمل مشروع واحد وينير ل80% من الدولة مرة واحدة هذا المشروع عملاق عملاق ده من ناحية الكهرباء لان هنكمل تاني فيه بس احنا احنا ممكن ناخد حلقات في السد العالي احنا حضرتك القعدة معك جميلة وجميع اتولت الكهرباء لجميع محافظات مصر جميع محافظات مصر بترن علينا دلوقتي وبيكلموني في الكنترول كل شوية عايزين يعاملوا مداخلة وانا بقول لهم استنى انا عايز اسمع الدكتور يعني ما صدقنا انه يعني مشكورا تكرموا وجلنا وهيفضفض معنا الحلقة كاملة قبل ما اخد مداخلة اولا انا بشكر الدكتورة هبل بشبيشي كانت مفروض تبقى معنا لظروف خارجة عن ارادتنا احنا ان شاء الله هتبقى معنا حلقة قادمة بنشكرها على الهوى معايا مداخلة الاستاذ ميشيل عبد النور مساء الخير يا فاندي اهلا بك يا استاذ ربير اهلا وسهلا ازاي حضرتك الحمد لله احمد الله على كل حال شكرا على استاذك بايه اه حضرتك اه احنا معنا الدكتور اه عباس الشراكي اه وعايز تقول له ايه انت حاضر الحلقة من اوله انا الحقيقة يعني عاوز اه عاوز اقول لحضرتك انا اسمي بشيل عبد النور انا اسمي اول حاجة الحاجة تانية ارجو ان يعني انا حضرتك تسمح لي اه انا تكلم عن مشروع صد النهرة احب اعرف حضرتك اه ان انا عشت على ما حياته من كل عمري حتى الان وانا تجاوز سن تفعين سنة في الوقت الحاضر انت سنك اديها عم مشير انا سن الحال خمسة وتسعين سنة ربنا ايديك الصحة ربنا ايديك الصحة بس يعني ارضي انا حضرتك انك اه يعني اه اتفضل بتاخذنيش يعني يعني ذاكرتي بقى ضعيفة دلوقتي بسبب اتفضل في السن فرصتك معاك بكل اللي انا عاوز اقوله واعبر به عن اللي انا عاوز اقوله يعني فاذا كنت انا بكفر فيه اذا كنت بكفر يعني في التعبير عن اللي انا عاوز اقوله فارجو المعذرة بسبب تقدمي في السن فضل يا فاند فضل اتفضل اعود اقول لحديثك ان طول السنوات اللي عدت دي اتفعشتها لم ما حرمتش ابدا في يوم من الايام من كفة احتياجاتي من الايام من المه تمام و اه و و وحاوز اقول كمان اننا لا اكون مبالغا اذا كنت يعني ان نهر النيل اللي وعبه الله لنا نحن المصريين اه هو نعمة وعبها الله وعبنا وعبها وعبها لنا رب السماوات والارض يعني منذ الاف السنين تمام وذه ومنه نحن نحيا حتى الان فاليمكن لأي قوة او اي دولة مهما كانت او مهما اوتيت من جبروت ان تحرمنا مما وهبه الله لنا من حق في الحياة وعاوز اقول كمان يا سيد روبير لان عاوز اقوله يعني للمسؤولين عن مشروع ساد النهرة كل ما اريد ان اقوله لهم كل ما اريد ان اقوله للسادة المسؤولين عن مشروع النهرة ان كنتم انتم بتحبوا الحياة فنحن ايضا نحب الحياة فدعونا نحن ايضا نحيا مثلكم وشكرا شكرا لحضرتك شكرا نحن نحب الحياة كما هم يحبون الحياة هرجع تاني ضفنا بعد ما نشوف الارض العشرة الارض العطشانة نرويها بدمانة كلام ده فيلم حاجة سنة حاجة وستين محمود المليجي وعمم شيل النهاردة في عشرين واحد وعشرين ربنا يديله طولة العمر خمسة وتسعين سنة بيقولك انا عمري معطشت وعمري محتاجت المية وملئتهاش انا خايف وبقولهم الاسيوبيا نحن نريد الحياة كما انتم تريدون الحياة هرجع واسأل ضيفي عمم شيل خايف لا انا يعني اطمن الاستاذ ميشيل وحياة يعني بتمناله الصحة والعافية وان شاء الله يشوف خمسة وتسعين سنة اخرى وينعم بمياه ربما اكثر مما استمتع بيها في الفترة الماضية يمكن نصف عمره قبل السد العالي والنصف التاني بعد السد العالي فهو من الاجيال اللي شهدوا مصر قبل السد العالي واللي شافوها بعد السد العالي هنا بقى من ناحية المياه ومن ناحية الكهرباء فاحنا بنقول حوض النيل رغم ان عدد سكانه بيزيده احنا وصلنا دلوقتي يعني قاربين على ان عدد السكان الحداشر دولة يقترب من الخمسمية مليون نسمة تمام ومع ذلك فالمياه الموجودة في حوض النيل تكفي اربع اضعاف عدد السكان الحالي اذا ليست مشكلة نقص مياه لان ما يأتي في نهر النيل ده حوالي خمسة في المية من كمية الانطار اللي بتسقط على الحوض نفسه والحداشر دولة تبقى واحد في المية اذا هناك تسعة وتسعين في المية من المياه موجودة في هذه الدول وبالتالي المياه موجودة للجميع واضعاف عدد فم كمان فاذا ما فيش مشكلة من ناحية كمية المياه ولكن المشكلة هنا في الادارة واستخدام المياه يعني دولة زي اثيوبيا يسقط عليها تسعمية ستة وتلاتين مليار متر مقاعد ياه ما يأتي لنهر النيل من اثيوبيا حوالي سبعين الى تمانين مليار يعني تقريبا تمانية في المية من كمية المياه اللي تسقط على الهضبة الاثيوبية ولكن وعزين نشلوها من نينا كمان ولكن هم بيتخيلوا ان المياه اللي بتأتي الى مصر والسودان ان هي كل مياه النيل وده يمكن ادعاءات اثيوبية في سمعناها كثيرا من المسؤولين في اثيوبيا ان مصر والسودان بيستخدموا مياه النيل وقسموها ما بينهم بالكامل دون ترك اي شيء للدول الاخرى فاذا كوننا احنا بنستاهلك مياه النيل بنسبة 100% وانتو لا تستفيدون بأي شيء طب كيف تعيشون صحيح انتو عايشين ازاي لما احنا بناخد كل المياه وهدين احنا دول دول مصاب يعني يأتي الينا ما يتبقى من مياه الامطار صحيح مياه الامطار بتسقط على هذه الدول بتروي كل الاراضي الزراعية الاول لان الزراع مطارية هناخد اثيوبيا على سبيل المثال بما ان المشكلة مع اثيوبيا بيسقط ال 936 مليار على الهضبة الاثيوبيا بالكامل اثيوبيا بتزرع 50 مليون فدان مصر بتزرع حوالي 9 مليون فدان لكن مصر بتروي لان ما عندناش مطر اثيوبيا بتروي بالمطر لان لان ده الامطار غزيرة ولانها طبيعة جبالية ماينفعش معاها الري السطحي الري السطحي عايز قنوات وترع وماينفعش في وسط الجبال فاذا اثيوبيا بتروي 50 مليون فدان زراعة مطرية ده بيستهلك على الاقل 150 مليار متر بالاضافة الى حوالي 100 مليون فدان اخرى مراعي وغبات بتستفيد من مياه الامطار بكمية تقريبا لا تقل عن 150 مليار الاولى فاصبح 300 مليار متر مكعب اثيوبيا بتستفيدها من مياه الامطار اللي بتسقط عليها ولذلك اثيوبيا لديها 100 مليون رأس ماشية واغنام 100 مليون 100 مليون يعني احنا لو حسبنا استهلاك البقر والاغنام في اثيوبيا هيستهلك ضعف ما يستهلكه مصر والسودان مجتمعين طبعا فازا هذه استهلاكات اثيوبيا زائد اثيوبيا لديها 12 نهر بتملأ بالمياه في وقت الامطار لديها حوالي اربعين خمسين بحيرة بتملأ بحوالي تسعين مليار متر مكعب من المياه لديها مجموعة من السدود في سدود كبيرة ومئات السدود الصغيرة والسدود الكبيرة بتخزن على الاقل حوالي 30 مليار متر مكعب اذا اثيوبيا بتستهلك او تستفيد من حوالي من 400 الى 500 مليار متر مكعب من المياه لكن سايبين كل ذلك وبصين لكمية المياه اللي في بحيرة ناصر هذه الكمية المياه اللي في بحيرة ناصر لو لا السد العالي كانت زمانها في البحر المتواصل لان هي دي المياه اللي كانت بتنزل البحر لما حجزناها عملت بحيرة ناصر هذه البحيرة ممتدة الى اراضي السودان بحوالي 50 كيل وليس 150 كما يشيع البعض علشان غراءت 50 كيل وداخل السودان اتفقنا مع السودان وعملنا اتفاقية وتم بيها تقاسم والاستفادة من هذه المياه اذا مصر والسودان بيقتسم كمية المياه اللي كانت بتسقط في البحر فاذا اثيوبيا دلوقتي او بعض الدول يقول عايزين نصبنا في هذه المياه هي اللي تبقت بعد ري كل الاراضي لديكم جميعا طيب المياه اللي موجودة في اثيوبيا وغيرها هي ده الكنز الحقيقي لان ده المفروض اللي هي بتشكل 95% من الموارد المائية في حوض النيل هي ده اللي تحتاج الى دراسة وتحتاج الى تفكير والاستفادة منها بمشروعات تعالوا مصر بتمد ايديها لكل دول الحوض للتنمية وإقامة مشروعات ولكن بشرط ان لا نضر الاخرين الانهار المشتركة فيه قواعد دولية لابد ان تتبع فال95% هنا بقى سوق ادارة اثيوبيا تستفيد بالحد الادنى من مواردها المائية اللي هو في الزراعة المطرية بالكميات اللي بتسقط لكن انها تعمل مشروعات واتطور الزراعة المطرية ما انا ممكن ازرع زراعة مطرية تنتج مثلا طن في الفدان ممكن زراعة اخرى تنتج اثنين طن او ثلاثة طن تطوير الزراعة نوع المحاصيل ازاي يتعامل مع المحصول اثناء المطر لان الانتاجية في الزراعة المطرية بتقل عن الزراعة المروية لكن الانسان الافريقي بيتعامل في الزراعة المطرية باسلوب بدائي فمحتاج تطوير ممكن هنا التعاون في تطوير الزراعة في النوع المحاصيل المناسبة لهذه المناطق وانتاجها عالية في المشروعات الثروة الحيونية يعني 100 مليون رأس بكر واغنام وماعز في عدم موجود كهرباء في عدم موجود مجازر في عدم موجود تلاجات في عدم موجود صناعة لو دولت موجودين يبقى 200 مليون بالضبط لو في بقى هنا بقى صناعة ووجود كهرباء وفي تلاجات يبقى تقدر تستفيد من هذه الثروة الحيوانية الهائلة هذه الثروة يمكن الفريقيا بالكامل عندنا تقريبا 50% من ونتجاتنا الزراعية بيفقد لعدم موجود بنية أساسية احنا في مصر للوقت قريب يمكن من 5-6 سنوات كنا بنفقد 25% من الأمح نتيجة سوق التخزين يعني احنا نشوف احنا عايزين نزرع أمح وعايزين يبقى فيه اكتفاء ذاتي وفي نفس الوقت نزرع ونحصد ونخزن في الشوان الطرابية اللي كنا بنخزنها ونلاقي الفرامتة كلها أو الطيور بات عملنا صوامع مخصوصة محترمة الصوامع دي وفرت كأنك كأنك زودت كأننا زرعنا تاني كأنك زرعت إضافية طيب تعالى بقى للدول الأفريقية احنا كنا بنفقد يمكن 25% رغم أنه موجود بعض الصوامع أو الشوان أو استهلاكنا الدول الأفريقية عايز أضيف حتة بس قبل أن تقول الأفريقية احنا كمان كان قاعد مكان حضرتك هنا لسه الحلقة المجفف ومع وزارة الزراعة بقينا بنجفف في الطماطم بدل ما تنزل بجنيه والعامل أو الفلاح ما يبقاش قادري لمها والبطاطس لما نزلت بخمسين قرش لأ احنا جففناها وتعاملت بضرة وتصناعت من غير بقى تلاجات ومن غير ومن غير برضو هنا العلم والتكنولوجيا التصنيع الغذائي التصنيع الغذائي بالضبط التصنيع أصبح من الفروع المهمة لأنت بتزرع وبتحصد يعني احنا دلوقتي في مشاكل في مثلا زراعة التين في مصر بسبب التسويق عايز أيام عشان تنقل التين من مكان إلى مكان آخر أو هتصدره يمكن ياخد أسابيع طب هو ما يتحملش بالضبط يبقى هذه الزراعة تحتاج إلى ممكن مصانع لعمل مثلا مربى التين أو عمل عصائر أو غيره أو غيره من المنتجات الزراعية فأنا أقول لك القرى الإفريقية عندها مشكلة بنية تحتها ما عندهاش كهرباء 60% من الأفرقى جنوب شمال إفريقيا اللي بنقول عليه دايما جنوب الصحراء 60% ليس لديهم كهرباء إذا عما يبقى أنتج زراعي أو حيواني أهوات دفين حصلنا عزيزين فإذا هنا اللي يجيه التعاون فالتعاون هو الأساس بقى دلوقتي التعاون في مشروعات مائية عشان نستفيد من هذه المياه من الثروات اللي بتنشأ بعدها سواء انتاج زراعي أو انتاج نباتي من الصناعات إحنا إحنا مصر في أمس الحاجة إلى ثروة حيوانية ممكن نتعاون معاهم أيوة ونديهم التكنولوجيا بتاعتنا وكهرباء وطلاجات وكده ومن نسبة التعاون إحنا عايزين الجمهور يتعاون معنا معايا ومع حضرتك مدخلة أستاذ ناصر مساء خير يا فندم اسكندرية مساء خير يا فندم أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا والله سعادتك ربنا يخليك أنا فيه سيادتك كلمة بس فقط واحدة أقول إحنا مع سعادة الرئيس عفتاح السيفي ربنا يخليهن ويرب المصر ويحفظه تمام فإحنا معاه قلبا وقالبا وأي قرار يتخذه إحنا معاه ويعني سعادتك يعني إحنا نشمع بلدنا يعني بدامنا يعني شكرا يا أستاذ ناصر مرسي جدا لحضرتك شكرا نكمل موضوع التعاون بيننا وبين أفريقيا لو إحنا تعاوننا مع بعض ونديهم التكنولوجيا وعندنا الأيد العاملة وعندنا الفكرة وعندنا الثقافة وعندنا وعندنا حاجات كتير جدا نقدر نعمل نوع من أنواع التكامل الصناعي الغذائي هم عندهم الميا يعني إحنا تحس إن إحنا مأثرين شوية فيه فيه فعلا إحنا أحد أسباب المشكلة مع إثيوبيا هو عدم وجود التعاون الاقتصادي تمام لأن وجود مصلحة تخليك بتفكر مئة مرة قبل ما تقول الكلمة يعني تخيل حتى مثلا علاقة مصر بأمريكا ممكن لما هنقول حاجة تغضي بأمريكا بنضح في ذهننا لا لنا مصالح أخر في بعض المصالح موجودة يعني بتخلينا أفكر فيها لكن لو ما فيش أي نوع من المصالح يبقى أنهبئ على إيه ده اللي حصل لما إثيوبيا جات في موضوع سد النهضة العلاقات هتسوق مع مصر طيب ما هو الضرر اللي هيعود على إثيوبيا في حالة إساءة العلاقة وجدوا طيب ما هو فيش تجارة ما فيش معونية مثلا ما فيش منح ما فيش تعاون حقيقي يعني اقتصادي يتأثروا بيه وبالتالي خلاص عملوا اللي عملوه وإننا هنبني سد وهنعمل اللي إحنا عايزينه وبصرف النظر حتى لو العلاقات اتقطعت تماما لكن لو كانت هناك علاقات اقتصادية لو كنا مثلا الثروة الحيوانية عندهم احنا في أمسل الحاجة ليها لأن احنا هنا الانتاج الحيواني بيستهلك كمية كبيرة من النيان وإن دولة صحراوية زي مصر إنها يبقى عندها اكتفاء ذاتي من الانتاج الحيواني ده صعب فهي يبقى مين اللي بيرعلمه عندهم الأمطار والمراعي مجانا والحيوانات لا تكلف أي شيء بعد ست شهور سنة يروح يبّح إحنا لا إحنا بنربي وفتر وغدى وعاشى ورعاية طبية وأدوية وغير وفي النهاية بيبقى الكيلو 150 و160 جنيه في إثيوبيا الكيلو مش هيكمل 10 جنيه فإذا يبقى هما الثروة الحيوانية الموجودة هناك إحنا محتاجينها وبالتالي لو فيه هنا تبادل إحنا أكبر سوء لهم في مثل هذه المنتجات أو في بعض محاصيل الزراعية هما أيضا أكبر سوء لنا إحنا فيه لو إحنا بنصنع بعض الصناعات من مثلا بعض الأجهزة لو إحنا بننتج سيارة بسيطة على الأقل هنوفر في السوق المصري أن إحنا ما نستوردش وفي نفس الوقت نبيع السوق الإفريقي أيضا لما نصدر للدول الإفريقية إحنا عندنا الشركات زي المولين العرب هم عايزين بنية تحتية هم عايزين يعملوا طرق وعايزين يعملوا كهرابة يعني الشركات المصرية أمامها سوق منفتح وهناك تنافس كبير في السوق بقى لأن الصين مش سايبة الصين وأمريكا كمان دخلها على الخط وفي بينهم حرب شديدة الدول الكبرى كلها عايزة ترجع القرى الإفريقية وبالفعل موجودة بس الطريقة أخرى غير طريقة الخمسينات والستينات لما كانوا مستعمرين القرى الإفريقية فهما بيرجعوا عايزين يسيطروا على الموارد في القرى الإفريقية فإحنا أولى بيها إحنا كأفاركة مع بعض وعشان كده لما مصر تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي 2019 واتعامل ما يسمى بمنطقة التجارة الحرة لزيادة التعامل التجاري ما بين الأفارقة بعضهم وبعض لأن لحدك شفت هتجد أن 17% من تجارة أفريقيا هي اللي بعد بعض والباقي 83% من التجارة الإفريقية مع دول خارج إفريقيا كيف يبقى إحنا إحنا أولى عشان كده منطقة التجارة الحرة هدي تشجع أن يبقى الجمار اكتقل واللي في سهولة للحركة وبعض التسهيلات يبقى تشجع التبادل التجاري ما بيننا بدل إحنا ما نستورد مثلا اللي حم البرازيل طب أنا أجيبها لي من البرازيل وعندي السودان وعند إثيوبيا وعند أغاندا كان جاء فترة الحم في الحم أثيوبيا في الجمعية هي ما تجي فترات وفي بعض رجال الأعمال اللي بيقى لهم مصالح شخصية يعني لو رجل أعمال متعاقد مع البرازيل يبقى هيدار لو في حد تاني تعاقد مع إثيوبيا طب مين أيهم هالأقوى مين اللي يقدر يعطل التاني هنا مربط الفرص بالزبط هنا بقى المصالح الشخصية لا هنا ما عليش أنا آسف هنا ممكن نقول المصالح الشخصية روبير له مصلحة أنه يستورد من البرازيل طب يا عام روبير روح يستورد من البرازيل زي ما أنت عايز إحنا لنا مصلحة الدولة تجيب من أثيوبيا علشان الدنيا تمشي وهتبقى أرخص وهتبقى أرخص لأن حتى في النقل كمان ده إيش حن بري إذا نحن بنقول أن التعاون ما بين الدول الإفريقية وبزياد دول حود النيل والتنوع المناخ خلى اللي بيزرح هناك غير اللي بيزرح في مصر والمنتجات عندهم غير المنتجات عندنا وبالتالي هنا التعاون يبقى ضروري جدا المياه كافية المشروعات المائية فيه بقى مشروعات مائية للتنمية عندهم ونحن ندعمها مصر أنشأت سد أويل لأغندا سنة 1953 الأغندا قالت عايزة تعمل سد على بحاية فيكتوريا والحقيقة تبقى للأعراف الدولية والقوانين أغندا عرضت أنها عايزة أعمل سد على بحاية فيكتوريا وعمل دراسته حتى يولي الكهرباء وأنا عايزين كهرباء فمصر اتلعت على الدراسات من باب التنسيق ومعرفة يعني إذا كان هناك ضرر أو غيره فوجدنا أنه لا يوجد أي ضرر فبالتالي إحنا ساهمنا مع أغندا في بناء هذا السد بأموال مصرية وعملنا معهم اتفاق رسمي يشجع على التنسيق وفي هذا الاتفاق بيضم وجود مهندسين مصريين في منطقة السد للتنسيق لتبادل المعلومات كميات الأمطار ومنسوب البحيرة والتصريف وغيره طبعا قبل كمان ثورة المعلومات اللي احنا فيها يعني لأول ما كانش فيه معلومات من سنة 53 بالزبط فهنا كان ده شوف التعاون من إمتى من الخمسينات وما قبل ذلك مصر عملت أول اتفاقية 1991 فبالأول أن احنا نعمل فإذا لما دولة إفريقية تكون عايزة تعمل مشروع مائي على نهر النيل وتتشاور مع الدول الأخرى وإننا عايزة طالما المشروع بمواصفات جيدة ولا يدور الآخرين يبقى أنت هتخبيه ليه أو تعلنه من طرف واحد ليه في أغندا عرضت ورحبنا وساهمنا ودفعنا مصر عملت مجموعة من السدود في السودان احنا عملنا جبل الأولية في السودان سد مصري خالص وتم إهداءه للسودان سنة 76 بعد خلاص احنا عندنا السد العالي وساهمنا في بناء سد روسيروس وسد خشم الأربع عشان نعوض بعض السودانين اللي تم تهجيرهم من منطقة النوبة في السودان من السد العالي فإذا هناك مشروعات ساهمنا فيها مصر الآن بالا سنتين بتبني سد جوليوس ناريري في تنزانيا وده اللي حيضاعف كهرباء تنزانيا هذا السد مشروع واحد يضاعف الكهرباء في دولة زي ما السد العالي عمل عندنا في مصر وإن الاستفادة بتاعته علينا هنا الاستفادة الكبرى هي التعاون مع دولة إفريقية من دول حض النيل وإحنا المقولين العرب والسويدي هما اللي دخلين لبناء هذا السد أنا أتوقع أنه مفهومش ماكسل بل عكس ربما السد النتيجة لارتفاع الأسعار والمشاكل الفنية وأن السد ضخم ده عبارة عن سد رئيسي وأربح سدود لاحقة مع هذا السد يعني خمس سدود وبتكلفة تتعدى الثلاثة مليار دولار لماذا مصر تدخل ده مشروع ومالوش علاقة بنهر النيل ولا يضر أي دولة هنا بقى إنشاء المشروعات لابد أن احنا نشوف السد ده بيضر دول ولا لا لأن احنا أي سد يضر دول أخرى لا هنا يعني يجب وقف تماما مبدأ عدم الضرر من أهم المبادئ الموجودة في القانون الدولي أو في الأعراف الدولية من أهم المبادئ الموجودة ومعايا مدخلة مهمة جدا من أستاذ محمود عبد السلام من أهم الإعلاميين الكاتب والإعلامي الكبير مساء الخير يا فند ألو أستاذ محمود طيب نرجع تاني ونشوف المدخل تفضل أفندي كامل فإذن مصر ليست ضد التنمية لأي من الدول الأفريقية وخصوصا من دول حوض النين فالشرط الأساسي هو عند إقامة أي مشروع على النهر أن لا يكون له ضرر حتى لو ضرر يعني نقدر نتحمله ممكن يعني ممكن يعني فيه مشروعات لازم يبقى فيها أضرار لكن لو الضرر نستطيع تحمله نتحمله لو الضرر نستطيع نتحمله من أجل الآخرين ما هنا بقى بيجي التعاون ونشوف مشروعات أخرى تعاوضنا عن هذا الضرر نرجع عند النقطة دي مساء الخير يا مستر محمود مساء الخير إزايك يا سيد ربي الإعلامي والكاتب الكبير منور فطفالة يا فند والله أنت اللي منور ومعلي الدكتور شكرا وحلقة جميلة موفقة يعني أنا استفدت كتير جدا جدا بحوار واستفدت كتير معلومات ويا رب يكون كل المشاهدين بيتابعوا ويستفيدوا شكرا لحضرتك هذه الحلقة المميزة هو بيني وبينك الدكتور معايا موسوعة ولو تاخد بالك أنا تقريبا ما تكلمتش يعني أنا أنا قاعد باستمع وبأنهل من علمه الغزير عشان نستفاد يعني أنا بتهيل الحلقة دي تدرس يعني من المعلومات القيمة اللي هو فيها وده بيأكد يعني قيمة العلم اللي احنا دايما نحن نتكلم فيه العلم له الأولوية وله الصدارة دائما في حل مشكلات الوطن يعني احنا دايما بنطالب كعلمين بأن متصدر المشهد يكونوا من الأكاديميين والمفكرين والقادرين على حل جاءت حلول للمشكلة يعني بشكل يعتبر غير مصبوغ أو نقول عليه بشكل فيه بكاري طبعا معالي الدكتور أنا بتابع الحلقة من الأول بداية خالص يعني تعليما تحدث في كل مناحي المشكلة وأضاف معلومات كتير جدا ممكن تكون تخافية عن بعض الناس يعني عن بعض المشاهدين وأنا بحيي يعني بحييك على تفضفادك جميلة تحت النهار دي لأن ده موضوع ما يهم مش مصر بس ده يهم يعني المنطقة العربية كلها هو الموضوع يهم المنطقة العربية وأنا أضيف على حضرتك ويهم العالم يهم العالم ليه علشان مصر صبرة والموضوع زي ما قال الريس حياء وموت وزي ما أنا بقول حياء أو حياة يعني إحنا ما فيش احتمال وزي ما عم يمشي للرجل الكبارة الجميل بقالك إحنا زي ما هم عايزين يعيش وإحنا عايزين يعيش فإحنا النهاردة برضو بنبقى عارفين إيه البدائل وإيه البدائل مش معناها أنه هنسيبهم كده لازم نتطمن لازم ولادنا يتطمنوا لازم شعبنا وإخواتنا وحبايبنا يتطمنوا حضرتك شايف الموضوع من أني منظور أستاذ محمود عبد السلام والله أنت دلوقتي يا روجير سكرت مطمئة جدا إحنا عايزين هم يتطمنوا وعايزين إحنا كمان نتطمن المشكلة عند أسيوبيا مش مشكلة أنها تحاول تلاقي حلول التنمية أو حلول اقتصادية أو لا خالص أسيوبيا الغرض من السد هو غرض سياسي بحث بعيدا تماما عن مفهوم التنمية ولو هو مشكلة أسيوبيا في التنمية كان يمكن يبقى فيه نوع من أنها التعاون ما بينها وما بين دول حوض الميل وأولهم مصر ومصر عرضت الكلام أكتر من مرة وكان فيه مبادرات للتعاون كتير ما بين مصر وما بين أسيوبيا لكن مشكلة أسيوبيا الحقيقية ومن وراء أسيوبيا هي التحكم في ماء النهر يعني عشان نحن نقدر نتصور الموضوع النيل بالنسبة للنصر هو الشريان الحيوي اللي بيمدها بالحياة لو انقطع هذا الشريان انقطعت الحياة عن مصر فأسيوبيا تفهم هذا الكلام فهما جيدا ومن وراء أسيوبيا يفهم هذا الكلام فهما جيدا عايز ألفة النظر ان في اكتوبر الماضي كان في ندوة في تل قبيل وكانت حضرها أقمتها السفيرة الأسيوبية في تل قبيل وكانت حضرها هي وكان حضرها مجموعة من الأكاديميين الإسرائيليين كان يتسطرهم أحد الخبراء في أشؤون الأفراق ولما أخذ الكل طبعا السفيرة الأسيوبية قالت بالحرف الواحد ان مصري مش تفضل طول عمراء متحكمة في مية النيل وإحنا من حق الكلام اللي بترد الآن لكن هو قال الكلام هو ده اللي نقدر نفهمه من وجود السد إيه أسداء وجود السد هو قال كده بالحرف الواحد هو أكاديمي في جامعة تل متخصص الشؤون الأفريقية قال محاضرتك ركز معايا في اللقاء قال إن إسرائيل تقلم من هنا أو يعني إحنا بنقول إن خلاص سيطرة مصر على مياه النيل انتهت وإن تسد النهضة إحنا من خلاله أو أسيوبية من خلاله هتسيطر على مية النيل تماما وإحنا ثلاث سنين أو أربع سنين بالكتير ومحيرة ناصر على ضفة وأمريكا هتستثمر حوالي سبعين مليار يعني دولار في تحليت المياه في مصر عشان يعني يتحلي حوالي ستة مليار متر مكعب من المياه وإن كده خلاص مقادير مصر بقت في المعنى المعنى ده لو إحنا وقفنا قدامه وحللناه هنكتشف البعد الحقيقي من وجود السد السد أسيوبيا انتهت من بنائه وأنا شايف أن وجود السد في حد ذاته هو الخطورة مش مسألة الملء أو عدم الملء الملء الأولاني أو التاني أو التالي لا السد من أصل ما كانش المفروض يبقى موجود لأن أنا ما ينفعش أن أنا قابل لقاكي قبل شاقتك وحط محبس على الطيئة بتاعتك وبعدين نقعد نتفاهم بعد كده ما علينا السد بقى أمر واقع طيب الحلول المطروحة دلوقتي إيه إحنا لو بصينا على الخريطة دلوقتي يا أستاذ روبير أو أكون خدت من وقتك لا إحنا مستمتعين يا فندم اتفضل لو بصينا على الخريطة الإخلين دلوقتي هنلاقي أن سوريا دلوقتي تقريبا في طريقة للتقصيد ليبيا في نفس النحنة العراق في نفس النحنة اليمن في نفس النحنة هنلاقي أن مصر هي الدولة الوحيدة لغاية دلوقتي اللي هي وقفة على رجلها اللي بتقاوم كل الطموح اللي استعمالي والاحتلالي في المنطقة العربية في بعد تاني عملية الضغط على الدول العربية للتطبيق مع اسرائيل هو فيها نوع من أنواع التهميش لدون مصر العربي لأن هم عايزين يدو القيادة لإسرائيل انت متصور موضوع سد النهضة باختصار شديد هيدي قوة لإسرائيل غير طبعية للتحكم في المنطقة لأن هيخلي مصر في حالة ضعف طيب الحل إيه الناس اللي بتطرح الحل العسكري دلوقتي الحل العسكري ماهوش نزهة يعني إحنا مش هنروح ناخد طيارة نضرب سد ونكسر وهنرجع وخفص بالحل له تبعات له تبعات كتير وهتأثر علينا لمدة سنوات خصوصا إن فيه دولة زي الصين مستثمرة فيه ودولة زي السعودية ودولة زي الدمارات فأنت لما بتضرب بالسد تتضرب مصارح دول كتير تضرب استثمارات بالظبط كده فبالحل إيه إذا كان الحل العسكري آه طبعا هو حل مطروح لكن مصر بتحاول بقدر الإمكان في تأدير الشخص يعني طبعا أنا مش مطلع يعني على الأحداث السياسية بشكل بس حضرتك محلل جيد محلل جيد يا فندم نحن نحب نسمع يعني قراءة قراءة للموقف مصر بتحاول تتنفذ كل الإمكانيات السياسية في حل المشكلة هيبقى عشرة في المية أو يبقى واحد في المية أو لغاية ما تنتهي كل المحاط والأمال المعقودة على التفاوضات ساعتها ممكن مصر تلجأ للحل العسكري لكن لو فيه واحد في المية ممكن فيه أمل مصر هتزال تفاوت حتى تصل لحلول لأن الحل العسكري حل أنا بتقدير الشخصي يعني مشكلة كبيرة بشكر حضرتك أستاذ محمود على المداخلة القيمة ويعني أنا دايما بأنهل منك من المعلومات إن شاء الله لنا حلقة قادمة هنتكلم فيها عن المنظور السياسي للسد شكرا لحضرتك مرسي بحياتي شكرا شكرا طبعا إحنا الحلقة دي بنتكلم عن المية والسد بطريقة فنية يعني أنا معايا المتخصص أستاذنا أستاذ الجيولوجيا إيه رأيك في اللي بتقيل أولا بحيّل أستاذ محمود وعايز بس أؤكد على يعني بعض المعلومات اللي قيلت أولا استثمار بعض الدول زي السعودية أو الإمارات أو الصين في سد النهضة ده كلام غير مؤكد تمام لأن السد نفسه هو إثيوبيا أعلنت أن هي بتموله بأموال إثيوبية لأن ما هي مصلحة السعودية أن تستثمر في سد النهضة ما هو العائد من سد النهضة كمشروع استثماري لا شيء وبالتالي مش معقولة هيدفع فلوس في السد إلا إذا كانت منح أو كروض ربما لكن هذا يعني غير مؤكد بالنسبة لهذه الدول الشيء الآخر ما حدث في إسرائيل من نادو أو غيره هذا كلام شخص عنده أحلام بعيد تماماً عن الواقع إنه هو إنه بيقول إن مصر انتهت هيمانة مصر عن النين وهي إمتى إن دولة منبع هي اللي تهيمن على نهر في نهايته ده تيجي إزاي يعني النهر ده كان بييجي البقايا بتيجي مصر وتغرقنا وتنزل البحر فإزاي أنا بهيمن على النهر إزاي وأنا اللي رحت جبت المياه من أعلى الجبال كلمة الهيمانة هنا غير صحيحة وما يأتي إلى مصر هو زي ما قلنا خمسة في المياه فقط إذن كلمة الهيمانة غير صحيحة أصلاً زائد إن خلاص بعد كده إن الدول المنابع أو إثيوبيا بالتحديد هي التي سوف تسيطر على المياه أيضاً هذه هي أحلام ولن تحدث لأن إثيوبيا دولة جبالية مهما خزنت من مياه لابد من تصرفها لأنها دولة حبيسة حتى لو احتاجت إن هي تفرغ هذه المياه في البحر ما عندهاش بحر ما عندهاش بحر ده يشبوتي جنبها هناك ودي المينة مشتركين معاهم عاملين جماعية في المينة اللي هناك عاملين ده هذا جزء يعني بما معناها بطريقة الفتفضة أه اللي تم أمو عايزين يبقى لهم منفذ بحري ما فيش منفذ وبعدين النيل الأزرق في اتجاه السودان ناحة السودان في جهة الغرب الجهة الشرق هو باب المندب ومسافة ما بين الاتنين ما يقرب من ألف كيلومتر هنا الساد الموضوع ده موضوع مهم أوي وده اللي رعب المصريين إن يبقى فيه سيطرة وإن المحبس هيبقى في إيد إثيوبيا هذا المحبس ممكن يقفله شهور فقط ولابد بعد كده أنه لازم يفتحه حتى لو مش هيولد كهرباء بسبب الطبيعة الجبالية والتخزين التخزين في سد النهضة حتى رغم السعة الكبيرة اللي هي 74 مليار لكن إرادة النهر 50 مليار سنويا قبل الخمسين والخمسين مليار بيأتوا أربعين منهم في الثلاث شهور للصيف النهاردة واحد سبعة بدأت الأمطار النهاردة بدأت الأمطار الأمطار في إثيوبيا سبعة وتمانية وتسعة أي دي ثلاث شهور أمطار بيأتي فيهم حوالي 80% من الأمطار فإذن 50 مليار 40 مليار منهم هيجوا الثلاث شهور دول لو عنده بحيرة السد دلوقتي مملوقة وجايله 40 مليار الشهور دي لازم يفتح لازم ده عملية هندسية لازم يفتح البوابات ويبقى غلطان هندسيا ويدمر نفسه وينتحر إذا حافظ على المياه لقبل موسم المطر مباشرة لازم يبدأ يصرف في مياه السد من شهر إبريل من شهر مارس طب هنفترض أنه هو الجنن وفضل قافل المحبس والسد من عند ربنا انهار كده يبقى السودان غرقت وإحنا غرقنا ولا إيه لا الكده ده بالنسبة للسودان طوفان 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 وليس غرق طوفان وليس يعني فيضان طوفان لأن إحنا شفنا في السودان العام الماضي سد صغير بيخزن خمسة مليون مليون وليس مليار مليون مليون متر مكعب مية وكان خزان يتبعوا محطة مياه شرب يعني هو بيستخدموه كمنبع لمحطة المياه اللي حصل بها اللي حصل لهذا السد نهار العام الماضي وستمائة منزل تهدموا وتشرد آلاف السودانيين في المنطقة اسمو سد بوت وده سد بيخزن خمسة مليون لو قسناه بالنسبة قد إيه بالنسبة لسد النهضة سد النهضة قده خمستاشر ألف مرة خمستاشر ألف مرة ومن هنا شعر أخواننا في السودان بالخطورة الحقيقية للخطورة إن إذا كان سد صغير لا يقارن خمستاشر ألف ضعف هذا السد الصغير ده عمل فينا اللي عمله ده وما لو سد النهضة حصل له حاجة سد النهضة موجود على ارتفاع ستمائة وخمسين متر فوق سطح البحر سد الخرطوم على ارتفاع تلتمائة متر إذا فيه فرق تلتمائة وخمسين متر يعني عندنا زي قد جبل المؤطم ثلاث مرات طبعا هنا كمان اندفاع المسافة خمسمائة كيلو ده بينه وبين حدود السودان خمستاشر كيلو خمستاشر كيلو بزبط ده حدود السودان والسودان لديها سد الروسيرس طيب هيحصل طفان في السودان واحنا بالنسبة بقى المصر هو ده بيتوقف على حجم الانهيار إذا كان انهيار كلي أو جزئي بيتوقف على مخزون السد العالي في وقت الانهيار هنصرب هنفتح احنا كمان لا برضه في حاجة يعني السد العالي بيسع 162 مليار تمام هنفرض انهو كان فيه 100 مليار ساعتها تمام يبقى اي كمية تأتي يا استوعبه دون اي مشاكل يملى الخزان طب وما فيه التوشكا ما يحلش المشكلة دي لا ما فيه التوشكا امتى امتى ألجأ اه اذا كان المياه سوف تزيد عن حجم البحيرة عن حجم يعني ما فيه التوشكا وده عايزة وضحه للمشاهد ده اتعمل على لحماية السد العالي احنا عاملين السد العالي على ارتفاع حوالي 195 متر تمام ده القمة طريق اللي حضرنا بتمشي عليها ايوه المنفودة تمام لكن المياه لا تتعدى بأي حال من الأحوال 182 متر تمام ما فيه التوشكا بقى مفروض ما فيه التوشكا بدايته عند 178 حل يعني زاد المية 178 ينزل لا هنا ايه بيبدأ يدخل المفيد المفيد نفسه حوالي 50 كيلو لو وصلنا المية احنا عشان كمان المية اللي تدخل المفيد ما تنزل لان لو نزلت في منخفضات توشكا ما بترجعش اه فبتبقى خسارة طب بتتزيرها فلو المنسوب المية 179 مثلا اه وما فيهش خطورة يبقى ليه هسيب المية تنزل في المنخفض اه او لو كان 180 متر يبقى انا هفقد المية دي بدون يعني يستوعب كم مليار ما فيه التوشكا ما فيه التوشكا ممكن يستوعب قد بحيرة ناصر حلو افهم من كلام حضرتك ان احنا لو حصل لعضر الله طفال ده ما يقصرش على مصر هنا هنا ما اقول لحضرتك التأثير يتوقف على السد العالي لو البحيرة ناصر مملوقة اه يبقى هنا مضطرين ناخد بعض الاجراءات منها اولا المياه تصل الى مصر بعد حوالي 6 ايام كمان يبقى عندنا فرصة نصرب المية دي بس تصريف المية هنا لو كانت مملوقة انا ما اقدرش هصرف اكتر من مليار متر مقعف في اليوم الواحد اه لان عندنا بوابات السد العالي لها قدرة اي تصرف حوالي 4 مليار تمام عندنا في قناة مفيد برضو داخل جنب السد العالي اه في قناة ما استعملنهاش لحد دلوقتي بس وقت الخطر ممكن لكن هتعمل اغراق لمحافظات السعيد اه ده في حالة بس ستبقى فيضان يعني مش مش طفال مش طفال وعندنا مفيد توشكة ممكن يمرر ربع مليار يبقى احنا هنا بنتكلم يعني اقصاها مليار في اليوم طب علشان كده احنا فكرنا دلوقتي ازاي نوسع مفيد توشكة انه هو بدل ما يمرر مليار طب ما نخليه ربع مليار نخليه مليار بحيث ان لو انا عايز اصرف كمية في اليوم الواحد ويمكن احنا السنة اللي فاتت تتعرضنا لشيء شبيه ان وقت الفيضان على السودان ان كان الكمية اللي جاية للسد العالي ربما اكتر من اللي ممكن تخرج حصل ونهر النيل كان لونه اصفر لا ده من مياه السيون مياه السيون ايو 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 لو المياه اللي بتأتي الى مصر اكبر من التصريف سواء بحير مفيد توشكة او قنوات السد العالي في الحالة دي بيبقى في خطورة ان بصر في كميات كبيرة في النيل والنيل هيعلى وبالتالي يعمل مشاكل فاحنا لو موسعين مفيد توشكة يبقى ولذلك ده احد الحلول اللي ممكن سد النهضة بيجبرنا عليها دلوقتي ان انا اعمل حساب ان لو سد النهضة جرى له حاجة يبقى انا اقدر احمل سد العالي ازاي فيبقى احدى الحلول ان انا مفيد توشكة اشوف اكون قادر على تصريف كمية اكبر من المياه لكن لو كان البحيرة نصفها مثلا في السد العالي يبقى مفيش اي مشكلة خالص بالعكس السد العالي البحيرة تستوعب الى 150 مليار متر مكعب هي المفروض 162 لكن احنا بنسبهاش ابدا توصل الى هذا الرقم بالاضافة طبعا احنا عندنا لو حكم الامر نفتح الاناطر اللي على البحر عندنا اناطر فرسكور على فرع مياط واتفينة على فرع الرشيد لو احنا عارفين ان خلاص السد فيه منهار وده اول يوم بنفتح الاناطر بنصرف جزء من مياه النيل وبنفتح بوابات السد العالي عندنا يعني 12 بوابة و12 اخرى بدون توربينات يعني عندنا طرق ممكن للحماية ومتوقف ان في الغالب ان شاء الله السد العالي محمي لانه هو هندسيا على اعلى مستوى من الهندسة وعشان كده لما خد من احسن 10 مشروعات هندسية على مستوى العالم في الكارد الماضي دي مش من فراغ لانه كمشروع هندسي استخدم التكنولوجي اللي الحد اليوم بعد مرور 50 سنة على افتتاحه و60 سنة من وضع حجر الاساس في مداية سنة 60 انه مازال بيحظى بهذه الاهمية من ناحية ما قلناش بقى ده سد تكنولوجي قديم وراحت عليه لا 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 بالعكس بيزداد قيمة يوميا وفي بعض الزلازل بتحصل لكن هو معمول ان هو يقاوم اشاد بزلزال ممكن يحصل في مصر السد العالي يقاوم ضعفه وبالتالي يعني كمشروع اذا انهيار سد النهضة ده لكن الخطر الشديد جدا جدا على السودان لان في الحالة دي في انهيار سدوده السودانية افسها يعني مش بس هتبقى الماء اللي جاي من سد النهضة والماء اللي جاي من سد روسيرس بيخزن حوالي سبع مليار دكتور انا مستمتع جدا والحلقة دي من اهم يعني حلقة من اهم الحلقات الفتفضة اللي احنا عملناها لان دي مش فتفضة يعني اول ضيف ما قولوش اتكلمني عن نفسك وابتدت ازاي يعني انا لأ ده انت احنا منتكلم عن حاجة كلنا مستمينها عايز حضرتك تبص لأهلين كلنا في مصر في الكاميرا الوراية دي وشوف معاك ثلاث دقايق طمنهم احنا انا نفسي طمنت بس نخص الكلام ده في ثلاث دقايق يعني اوجد كلامي للشعب المصري اقول ان مصر في خير ان شاء الله مش ده تهم انا في بوزة في الصورة الظروف الحالية لا الظروف الطبيعية في منطقة منابع النيل حتى في اثيوبيا بترغب ان المياه لابد ان تتدفق الى مصر وبالتالي ده بحكم الطبيعة ايضا الشيء الاخر المهم هو وجود السد العالي اذا نحن عندنا سد العالي في احتياطي مائي وقت الازمات يعني العام الماضي تم خصم خمسة مليار متر مكعب سد النهضة لم يشعر بهم اي مواطن مصر بسبب ان احنا عوضناهم من السد العالي لكن مفاوضاتنا الحالية لعدم استخدام كميات كبيرة من مياه السد العالي وبالتالي ان اثيوبيا تقيم السد وان هي المل يكون له قواعد اذا يعني ارجو ان شعب مصري فيه هنا بنقول القلق والحقيقة القلق انواع فيه قلق صحي اللي هو بيخليلي مهتم وان انا حتى لو مجرد ان انا حاسس بالمشكلة هيبقى فيه ترشيد في استهلاك المياه في البيت او اذا كنت بروي في الغيط او في المصنع بستخدم المياه هكون حريص لان انا شايف مشكلة صد ما هذا ده القلق الصحي القلق المرضي اللي هو بقى يخليني في رعب وان احنا مستقبلنا وزي الأستاذ ميشيل ما كان الآن لا القلق المرضي ده لا مش موجود بسبب الظروف الطبيعية الموجودة لان اثيوبيا لن تتحكم في المياه لمصر بأي حال من الاحوال لان هي كهضبة لا بد منها تصير في المياه بعد كده ولا يوجد لديها ايضا اراضي قابلة للري يعني استهلاك المياه داخل اثيوبيا ده غير موجود وبالتالي هنا نجي لنقطة ان هذا السد مشروح سياسي بالدرجة الاولى لانه كان عايزي بأزعيم كبير زي عبد الناصر هذا السد لن يفيد الاثيوبيين في مياه شرب لانه ما عايشين فوق على ارتفاعات 2300 و 4000 متر السد على ارتفاع 650 فتحته على الحدود مع السودان مفيش اراضي زراعية مفيش استثمار زراعي زي ما السد العالي عمل لنا والكهرباء هتصدر للدول المجاورة اذا الهدف من هذا السد هو هدف سياسي وهو مشروح فاشل لاثيوبيا وانحنا برضو لا نعلق الامال انه هو مشروح فاشل وسيفهم ولا ايضا ننتظر ان السد هينهر لوحده عشان برضو الناس ما تفهمش احنا بنقول حقائق المياه يبقى يعرفوها فبنقول ان في جميع طب مصر بتعمل دلوقتي كده اولا عايزين نحافظ على المبادئ لان البيعمل سد يعمل التاني يعمل التالت وان في دول اخرى ممكن تنهج بنفس النهج عادي بقى فبالزبط فاحنا دلوقتي بنحافظ على المبادئ كون ان احنا بنحافظ على مبادئنا وحقوقنا المائية ده ان شاء الله والقيادة السياسية قادرة على هذا الجزء ان شاء الله الجزء التاني بقى اللي بوجهه للقيادة السياسية ايوة اللهم يعني اقول نحن الان في فترة هي العصر الذهبي للمعدات الهندسية في المشروعات المائية بمعنى لدينا كاركات زي ما ذكرنا في البداية اللي بتشتغل في المية وفي اليابس منذ انشاء السد العالم من اول موضعنا حاجل اسد سنة ستين الى اليوم لم نقيم مشروع مائي في دول المنابع يزيد من حصة مصر المائية من يوم السد العالي الى الان يعني اكتر من ستين سنة لم لم تنشئ مصر اي مشروع حندسي مائي يزيد من الحصة المائية حصة مصر كام عدد خمسة وخمسين ونص مليار هي دي اللي كنا بندرسها في سنة سبعين بنقول خمسة وخمسين ونص مليار وغير دلوقتي وغير النهاردة خمسة وخمسين ونص مليار والانين ان سد النهاردة يقللها لا وكنا احنا كم مليون وكنا خمسة وعشرين مليون دلوقتي مئة وشوية دماغة مئة واربعة مليون ناسا فاذا هذه الفرصة هذا هو العصر اذا حقيقة انا بقولها لنتيجة المشروعات الهندسية الموجودة والمعدات اللي احنا شايفينها اللي حفرت قناة السويس واللي حفرت الطرق في الجلالة في شقة الجبل المت متر احنا عايزين احنا هنحفر في جنوب السودان في رسخور رسوبية سهلة الحفر وحنحفر حوالي تمانية متر وليس يعني بالعشرين والتلاتين ولا المت متر وفي اراضي سهلة جدا وقنوات مدى الحياة ليست مشروع احنا بننشئ مشروعات ومحطات المحطة الوحدة ممكن لعمر الافتراض اللي لها تلاتين اربعين سنة لا هذه القناة هيبقى العمر بتاعها هو مدى يعني مدى الحياة لهذه مهما تكلفت لان المشروعات هناك اذا هذا هو العصر الذهبي انا في رأيي لو لم ننشئ هذه القنوات المائية في جنوب السودان في الوقت الحالي لن ننشئها بعدين بشكر حضرتك دكتور عباس على الفتفضة الجميلة وفتفضة علمية وجودية يعني احنا الحلقة دي مهمة جدا لوجودنا كبشر وانت طمنتنا يعني ذلك بنقول ان مستقبل مصر المائي ليس يعني يعني مبهم او اسود كما يراه البعض بل بالعكس انا شايف ان هو مستقبل مشرك لسبب المشروعات المائية الكبرى اللي ممكن تتعامل في جنوب السودان لزيادة حصة مصر ما تعاملش منها ولا مشروع حتى الان فاذا كانت المشروعات لسه موجودة منها قناة جونجلي فلدينا مشروعات تأتي لمصر على الاقل 20 مليار متر مكعب من المياه من جنوب سودان فقط بشكر حضرتك وشكرا ترشيفك لينا شكرا جزيلا عزائي المشاهدين اتمنى ان الفطفادة النهاردة تكون طمنتكم انا شخصيا طمنت طمنت مش كلام احنا مشاعدين على القهوة انا جايب استاذ دكتور جولوجيا موارد مائية جمعة القاهرة جاي معنا هنا النهاردة بيطمننا وبيقول احنا دلوقتي ده العصر الزهري وبيكلم القيادة السياسية لانشاء مشروعات في افريقيا تزيد من مواردنا المائية مظموط كلام ولا انا غلطان جنوب السودان احنا لسه ما عملناش فيها حاجة عندنا قناة 360 كيلو انشأنا منها 260 كيلو لمدة 3 سنين الكلام ده واتكم حوالي 40-50 سنة النهاردة فاضل 100 كيلو يخلصوا في 3 شهور بالشغل اللي بيعملوا الريس لا احنا عندنا مية ومش معنا كده ان احنا نسيب حقنا نقطة مية وقالها الريس نقطة مية مش هنسيب طيب اتطمنوا وبقول عمم شيل اتطمن هتفضل تشرب مية وتستخدم المية وكلنا هنستخدمها بس مش ده معنا ان احنا نسيب حقنا ولكن نبص على موارد تاني نبص على النيل الابيض نعمل فيه ايه نبص عند بحيرة فيكتوريا ايه هنبص على حاجات كتير وكل اللي اقدر اقولهلكم اخر جملة مصر في ايد ربنا ونهر النيل لم ولن ينضب الا بنهاية العالم ونهاية العالم مش دلوقتي وتصبحوا رجل اشتركوا في القناة